ساعد وطيرة التحذيرات التي تطلق من قبل متخصصين في مجال المياه تجاه تفاقم أزمة شح المياه في الأهوار خاصة بعد جفافها ودخول أخرى منها في مراحل متقدمة من الجفاف الخطر يزداد ليصل إلى مخاوف من هجرة الأهوار مع استمرار فقدان شبه يومي لأعداد كبيرة من الجاموس والأغنام وغيرها من المتوقع سيحدث تغيير ديمغرافي كبير بهجرة السكان مناطق الذنائب خاصة مناطق الأهوار والأنهار التي جفع عنها الماء حقيقة الحالة حادة جدا أزمة حادة جدا وتفاقمت إن لم تذهب الدولة إلى حل دبلوماسي مع الجارة التركية لفتح إطلاقات كافية لإنقاذ ما تبقى من صيف 22 فنحن بأزمة بشرية وليست أزمة فقط بيئية من الناحية البيئية على الحيوان والنبات أزمة بشرية حقيقة الحفاظ على مناسب المياه بالأهوار أبرز معايير إدراج الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي مناسب المياه فيها تشهد انخفاضا كبيرا مما ينذر بإحتمالية خروج هور الحويزة عن التراث العالمي وفق الحكومة المحلية بصراحة أنه حاليا نعيش حالة خطرة سواء كان على مستوى إدراج الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي وانخفاض شديد بالمناسب أو فيما يتعلق بالحياة العامة لسكان الأهوار أو ما يتعلق بالتنوع الإحيائي للأهوار بصراحة أنه إذا استمر الموضوع بهذا الشكل وبهذه الشحة الشديدة للمياه تكون هناك خطورة هذه الخطورة أنه ربما تسبب خروج الأهوار من لائحة التراث العالمي ويذكر أن العراق يعاني نقصا كبيرا في الإمدادات المائية بسبب سياسات دول المنبع فضلا عن قلة الأمطار للسنوات الثلاث الماضية سيد لب ديري العراقية الأخبارية ميسان